اهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام في حلقة متجدداً برامجكم عدسة إثراء التي من خلالها نقطي جميع الفعاليات المقامة داخل دولة الكويت منها الاجتماعية والثقافية وأيضاً الدينية والتربوية فأهلاً وسهلاً فيكم في حلقة اليوم حياكم الله معنا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتيماً لم يرى أباه مات أبوه وهو حمل في بطن أمه ثم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ست سنوات تقريباً ماتت أمه ثم لما بلغ ثماني سنوات مات جده الذي كان يكفله جده عبد المطلب وكان أحب الأبناء والأحفاد إليه ثم كفله بعد ذلك عمه أبو طالب بعد سنوات تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ورزق بعد النبوة بابن اسمه عبد الله مات عبد الله وهو صغير في مكة ثم بعد سنوات يموت عمه الذي كان يكفله صغيراً أبو طالب وما هي إلا أشهر أو أيام كما ذكر في السيرة إلا وتموت زوجته خديجة التي كانت أول من شهد بالشهادتين بعد النبي صلى الله عليه وسلم تمر السنوات ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي السنة الثانية من الهجرة وتمرض ابنته رقية زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه وإلا بها تموت اليوم الذي انتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر ثم ما هي إلا سنة أو أقل من السنة وإلا به يموت من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم من يموت مات عبد الله ابن عثمان بن عفان ابن رقية رضي الله تعالى عنها ثم بعد ذلك يموت كذلك من أسباط النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن زينب ابن بنيته صلوات ربي وسلامه عليه ثم بعد ذلك تمرض زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وتموت رضي الله تعالى عنها ثم بعد ذلك تمرض أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم وتموت كل ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقد رزق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بابن فرح به إبراهيم بشر به وبشر به الصحابة وإلا به يمرض كذلك فيموت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم تدمع عينه ويقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون مات من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من مات عمه حمزة في غزوة أحد قتل ومثل به وكان كذلك أخاه من الرضاعة والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صابر محتسب الأجر عند الله عز وجل فقد الأحبة أخواني وأخواتي ليس بالأمر السهل أن تفقد أباك أو تفقد أمك أو تفقد ابنك الذي ربيته سنوات أو بنتك الذي ربيتها سنوات ليس والله بالأمر الهيئ تدمع العين ويحزن القلب نعم والله ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل نصبر ونحتسب الأجر عند الله عز وجل نرتفع درجات يوم القيامة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما ذكرناه شيء يسير مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم جميع أبناء النبي وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها ماتت بعده بستة أشهر لم يجزع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل أمراً يغضب الله عز وجل صبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل هذه هي السيرة إذا أصابك ما أصابك وإذا أصابك ما أصابك من هذه الأمور احتسبوا الأجر عند الله عز وجل كم الرجل وامرأة فقد أباه فتجده لم يخالط الناس لسنوات بل أصبح فيه بعض الأمراض النفسية بسبب ماذا؟ مسألة الصبر إذا وطننا أنفسنا على الصبر عند المصائب وأننا سنفترق مهما كانت الظروف فإن هذا سيهون أمر فقد الأحبة كما قلنا فقد الأحبة ليس بالأمر الهيين وليس بالأمر الصعب ولكن الذي يسهل هذا الأمر هو احتساب الأجر عند الله عز وجل وهو الصبر عند رب العالمين وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأجر العظيم الذي يكتسبه الصابر إذا أصابته المصيبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل تكون له المنزلة عند الله عز وجل والرجل وكذلك المرأة ما هي المنزلة هذه التي تكون عند الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فما يبلغها بعمل الله عز وجل قد يقدر لك أو لك الفردوس الأعلى ولكن الأعمال التي نعملها في هذه الدنيا قليلة جدا لماذا يجازين أو كيف يجازين الله عز وجل الفردوس الأعلى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما يبلغها بعمل طيب كيف يبلغ الفردوس الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه ذلك أخواني وأخواتي إيش هذا الابتلاء يبتليك الله عز وجل ويبتليك 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 ولكن المسألة ليست في الدنيا نعم تحزن تدمع العين ويحزن القلب ولكن الجزاء يوم القيامة الفردوس الأعلى مرتبة لم تبلغها بعملك عملك قليل في الدنيا ولكن الله عز وجل بسبب مبتلك وصبرت بلغك الفردوس الأعلى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب ولا وصب وصب يعني الوجع الملازم يقولون مرض مزمن وصب قال ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم هذه التكملة عجيبة يا أخواني وأخواتي حتى الشوكة يشاكها تخيل لو مشيت شوكة صغيرة طيقت بصبعك هنا شوكة صغيرة دست عليها حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه والله تمر بنا أمور بعض المرات يعني حتى نقولها حنا بالكويتي أنت عرشب عند الباب ترى هذا أذى نوع من أنواع الأذى الله عز وجل يكتب لك إما حسنة أو يحط عنك من السيئات فما بالكم بالابتلاءات العظيمة من فقد الأحبة هذه الدنيا ليست محلا لاستمرار العلاقات كلا والله قد تنقطع العلاقة من سنة سنتين ثلاث أربع الموت سيأتي تفقد الأب تفقد الأم تفقد الأخت تفقد الأخ الصديق الأبن البنت الزوجة الزوج ولكن احتساب الأجر عند الله عز وجل وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا عظيمة الله عز وجل قد يجعل من الابتلاءات أمور طيبة وكم من إنسان وقع في ابتلاء ثم كانت الحسنات من وراء هذا الابتلاء الذي أصابه الله عز وجل به ففقد الأحبة والابتلاءات التي يبتل الله عز وجل بها المؤمنين والمسلمين لا بد علينا أن نقف معها وقفات ألا وهي احتساب الأجر عند الله والصبر والصبر يكون عند الصدمة الأولى إذا أصبت بمصيبة الصبر يكون عند سماعها الصبر لا يكون بعد يوم ويومين تجزع في البداية ثم تصبر بعد ذلك ولذلك المرأة التي أصيبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أصبري قالت إليك عني إنك لم تصد بمصيبتي ذهبت ثم أخبرت بأن الذي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني صابر الآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى وطن نفسك أنك ستصاب ولابد ترى الأمير يصاب والملك يصاب والوزير يصاب والمدير يصاب والعامل يصاب الجميع يصابون ولكن المراتب عند الله عز وجل تتفاوت بتفاوت مراتب الصبر أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلا أن ينفعنا بهذه الكلمات وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلتقي بكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد لكم مننا أجمل تحية ومع السلامة